السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه طب هل يعني السعر ده سعر عادل لا مش عادل ولا عادل ولا سيد ولا عب سلام تمام فاحنا هنتكلم بس مقارنة بين عربيتين اغلب الناس اللي بيشتروهم بيشتروهم اوبر علشان يعني يكلوا وعيش بهم بس طبعا يعني اللي انا عايز اقوله ان يعني كتر الناس اللي بقوا يشغلوا عربيتهم اوبر او يخش في مشروع اوبر بقت عربيتهم اوبر اكتر من الناس اللي عايزة تركب اوبر يعني الموضوع بقى اوبر فدي ظروف بلد ما علينا المهم نخلينا بقى في تفاصيل نحن احنا هنقارن النهاردة ما بين العربيتين الشفرليه اوبترا وشيري اريزو فايف عربيتين سعرهم قريب من بعض والسعر ما يزيتش عن الخمسمائة الف جنيه طيب بالنسبة للأوبترا سعرها خمسمائة الف جنيه حاليا دلوقتي ساعة ما أنا بتكلم العربية شيري اريزو فايف سعرها من ربعمائة واربعين الف الى خمسمائة الف جنيه وبعض المعارض بتبيحها بخمسمائة وعشر طيب نبدأ نخش بقى في تفاصيل العربيتين بالنسبة للموديل اللي بنتكلم عنه في العربية الشيري اريزو ده موديل الفين تلاتة وعشرين العربية شفرليه اوبترا موديل الفين تلاتة وعشرين طبعا العربيتين سيدان بالنسبة لل الشيري اريزو ده الوكيل بتاعها غبور بالنسبة للعربية الشفرليه اوبترا واكلها منصور بلد المنشأ للشيري اريزو الصين وتجمعت في مصر بلد المنشأ لشفرليه اوبترا برضو في الصين وتجمعت في مصر بالنسبة للشيري اريزو فايف عدد فئاتها تلاتة اما الشفرليه اوبترا نازلة فئة واحدة اه طبعا مش هنتكلم في في الطول والعرض والحاجات دي كلها مش هتفرق معنا الكلام ده كله احنا نخش في المهم اه المهم اللي هو سعة المحرك سعة المحرك في العربيتين الف وخمسمائة سيزين عدد السلندرات في العربيتين اربع سلندر بالنسبة للصبابات ستاشر صباب العربيتين القوة الحصانية بقى ده الشيء المهم القوة الحصانية بالنسبة للعربية الاريزو فايف اه مية وعبعتاشر حصان عند ستتلاف مية وخمسين لفة في الدقيقة بالنسبة للعربية الشفرليه اوبترا مية وعشر حصان عند خمس تلاف تمنمية لفة في الدقيقة اه العزم عزم الدوران العربية الشيري اريزو 141 نيوتن متر عند 3800 لفة في دقيقة ده عزم كويس بالنسبة للعربية الاوبترا 146 نيوتن متر عند 3600 الى 4000 لفة في دقيقة بالنسبة لمعدل التصارع الشيري اريزو 5 بتوصل من 0 ل100 كم في 11.5 ثانية العربية الشفورلي اوبترا بتوصل من 0 ل100 كم في 13.2 من 10 ثانية اقصى سرعة للعربية الشيري اريزو 5 180 كم في الساعة اقصى سرعة للشفورلي اوبترا 170 كم ساعة بالنسبة للفتيس في الشيري اريزو او اوتوماتيك سيفي تي بالنسبة للفتيس في الشفورلي اوبترا اوتوماتيك عدد النقلات هنا خمس نقلات في العربية الاريزو وبالنسبة للأوبترا ست نقلات نظام الجر امامي في الاتنين متوسط استهلاك البنزين بالنسبة للعربية الشيري اريزو 5 بتستهلك 7 لتر لكل 100 كم مقطوعة بالنسبة للعربية الاوبترا بتستهلك 7 و 13 لتر لكل 100 كم مقطوعة نخش بقى على الامان اللي اتنين فيهم EBS اللي اتنين فيهم EPD مافيهمش ESP اللي اتنين مافيهمش Heal Start Assist مافيهمش Tire Breacher Monitor مافيهمش Blint Spot Monitor مافيهمش LAND Depression Warning اللي اتنين مافيهمش Traction Control اللي اتنين فيهم مقعد الاطفال او جهاز تثبيت مقعد الاطفال اللي هو اللي اتنين فيهم مسائد هوائية كل واحدة فيها وستين بالنسبة للحساسات الامامية مش موجودة في الاتنين الحساسات الخلفية موجودة في الاتنين الانزار موجود في الاتنين ضد السرقة موجود في الاتنين بالنسبة للسنتر لوك موجود في الاتنين حزام الامان الخلفي موجود في الاتنين الازاز الفامي موجود في الاتنين طبعا احنا دخلنا بعد تجهزات الازاز الكهرباء موجود في الاتنين المرايات التضم موجودة في الشير اريزو 5 ومش موجودة في الاوبترا المرايات الكهرباء موجودة في الاثنين الاشارات الموجودة في المرايات موجودة في الاثنين فتحة السقف موجودة في الاثنين فتحة عادية بالنسبة للكاميرات الخلفية موجودة في الاثنين مسبة سرعة موجودة في الاريزو 5 ومش موجودة في الاوبترا السبولر الخلفي مش موجود في الاثنين آآ مقاس آآ بالنسبة للعربية الشرق اريزو دي حاجة مهمة برضو آآ ستاشر بوصة مقاس الجانت في العربية الاوبترا آآ خمستاشر بوصة يعني مقاس الجانت في الشرق اريزو ستاشر بوصة مقاس الجانت في الاوبترا آآ خمستاشر بوصة آآ العربيتين طبعا بالنسبة للكماليات بقى العربيتين فيهم الحاجات اللي هي الهايفة دي البلوتوس آآ آآ مدخل الايو اكس موجود فى الاوبترة مش موجود فى الاريزو. الاتنين فيهم مدخل USB. الاتنين فىاصط بحظة مminute ملتيl. فى شاشة مسعطية في وسط الطابلو موجودة فى العربية الـ 아니 بوصل سبعة بوصلة بالنسبة للعربية الـ الشفر低اوة مش موجودة فى以前 العدادات الـ مش موجودة فى الاتنين. نطلع برضى العربية الثى العربيتين الفى كشفات اه لد امامية وخلفية وفيهم كشفات ضباب. اه العربية فيها مساحات للكشفات. العربية التانية اه ما فيهاش المساحات. اه عدد السماعات بالنسبة للعربيتين اه اربع سماعات. اه في في العربية زر تشغيل محرك. بالنسبة للاوبترا ما فيهاش الكلام ده. اه ريموت كنترول موجود في العربيتين. الكراسي الكهرباء موجودة في العربيتين. التحكم في الشنطة. بالنسبة للشيري اريزو. التحكم في الشنطة يدوي. بالنسبة للعربية الاوبترا. التحكم في الشنطة كهربائي. شكركم لحسن المتابعة. اه وان شاء الله نكملين مع بعض في باقي المقارنات ما بين اه العربيات اللي في الفئة السعرية الاوليلة. لو عايزين نخش في الفئة السعرية الاعلى اه اكتبوا لي في تعليقات. شكرا. شكرا.